أعلنت مؤسسة القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم التي تتخذ من إمارة الشرقة مقرا لها عن دعم مشروع تجديد وترميم وحدة الطوارئ والصدمة في المركز الطبي تابع لمستشهى القديس جاور جويس الجامعي في بيروت الذي أصيب بأضرار جسيمة جراء الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية في أغسطس الماضي بمبلغ يقارب تسعة ملايين درهم أي ما يعادل نحو مليونين وثلاثمائة وسبعين ألف دولار حيث ستحمل الوحدة اسم المؤسسة ويأتي المشروع في إطار حملة سلام لبيروت التي أطلقتها حرم صاحب السمو حكم الشارقة سمو شيخ جوهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أغسطس الماضي وذلك لإغاثة ضحايا الانفجار وإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة